موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو بيلو زيرو فيلم بيلو زيرو هو فيلم أسباني ويعد من أحدث الإصدارات على نتفلكس وبينتمي لنوعية الإثارة والغموض وأحدثنا بتدور عن رحلة نقل مساجين من سجن لسجن آخر والرحلة دي بيقضها الضابط مارتن وبتحصل بالليل في طريق شبه مهجور وفي ظل حالة من البرد القارس عربية النقل بتضم عدد من المساجين المختلفين في بعضهم شديد العنف وبعضهم شديد الخطورة وفي بينهم مجرمين مش تقال قوي وفي بينهم مساجين سياسيين ولكن الرغبة في الهروب والحرية بتجمع أغلبهم وأمنيتهم دي بتبان في طريقها للتحقق لما العربية بتتهاجم ولما العربية بتجبر على التوقف صاحب الهجوم بيبدأ يتواصل معهم وبيبلغهم إنهم لو نجحوا في فتح العربية فده مفتحهم للحرية لأنه مش عاوز إلا واحد بس منهم ولكن الضابط مارتن هو فقط اللي بيقف أمام الشخص الغامض اللي عاوز يقتحم العربية والمساجين الغاضبين اللي عاوزين يغدروا العربية فيا ترى إيه اللي حيحصل زي ما قلنا كده في الميناء بينتمي لنوعية الإثارة والغموض إثارة في الوضع العام لعربية الترحيلات اللي وقعت في المسيضة وفي وضع الضابط مارتن اللي أغلب الشخصيات بتوعنا ضده وفي وضع أغلب الشخصيات كذلك اللي واقفين على بعد كام سنتي من الهدف بتاعهم ومش عارفين يوصلوله والغموض اللي بيحيط بهوية الشخص اللي بيهاجم العربية وبهوية المسجون اللي هو بيستهدفه والسبب وراء الاستهداف ده والتصنيفين دول كل أحداثهم بتدور في ضل عدد كبير من الصعوبات صعوبات العنف صعوبات العزلة وصعوبات البرد اللي احنا موجودين فيه دمج العناصر دي كلها مع بعض كان فيه أنجح صوره في بداية الفيلم بوصولا لتلت أحداثه أو ممكن حتى يكون نص أحداثه واللي كان بيحافظ على اهتمامي كمشاهد بكل اللي بيحصل هو عنصر الغموض واللي برضو الفيلم تعامل معاه بذكاء شديد في البداية بأنه كل مرة كان بيجاوب على سؤال كان بيطرح مكانه سؤال جديد ولكن نرجع نقول الأفلام اللي زي ديها جماعة أفلام حساسة جدا وده كان نفس الكلام اللي قلناه في مراجعة فيلم السندوق الأسود إن لما رمز الأمان يتحول لرمز التهديد الحفاظ على المنطق بيكون صعب والسلسلة بتصبح فقط في قوة أضعف حلقتها يعني أقل هفوت منطق ممكن تدمر كل شيء وزي فيلم السندوق الأسود بالضبط فيلم بلو زيرو مليان فجوات منطق والمشكلة في الفجوات دي إنها كانت بتزداد اتساعا مع تقدم الأحداث وزي ما كان كل سؤال وهو بيتجاوب بيجيب معاه سؤالين جداد كان برضو بيخلق فجوتين ثلاثة جداد بس طوق الإنقاذ اللي أنا شخصيا كنت منتظر وهو فصل النهاية اللي كان ممكن يسد عدد كبير من الفجوات أو على الأقل يكون مرضي ويشجعني عن إني أتغاض عنها ولكن للأسف في النهاية بن تبين إن الفصل الأخير هو أضعف فصول الفيلم لإنه للأسف كان متوقع جدا وما قدمش أي إجابة شافية لأي فجوة من فجوات المنطق اللي إحنا قابلناها جوه الفيلم بل يمكن يكون أضف لها ثلاثة أربع فجوات جديدة للأسف حيفضلوا بدون إجابة موسيقى ما بين خطين الإثارة والغموض اللي إحنا تكلمنا عنهم كان عندنا بعض الخطوط الدرامية وقع إن المهمة دي كانت الأولى للضابط مارتن بما يتضمنه ذلك من ضعف خبرة أو مجهود أكبر عشان يوصل للقرار الصحيح عندنا خطوط المساجين نفسهم وعلاقتهم مع بعض ودي في تأدير الشخصي كانت الأفضل على الإطلاق وده لإنه زي ما قلنا طبيعة المساجين نفسها مختلفة في بعضهم شرير بشكل منفر وفي بعضهم طيب بشكل ساذج وفي منهم اللي في النص وهم دول اللي بيدوا للفيلم طعم وعلى الرغم من إنهم بينتموا على الجانب السلبي من الأحداث ولكن هم دول أكتر شخصيات إحنا بنتحمس لهم حاجة كده شبه كون آير لما لقينا نفسنا بنشجع بعض المساجين وعندنا كمان نقطة الالتقاء ما بين خطوط الدراما وخطوط الغموض ودي المرحلة اللي بنتدي نتخيل فيها مين هو الشخص اللي بيهاجم العربية وبنضع سيناريوهات الاحتمالية تكون كل شخص من المساجين هو المستهدف منه وإيه ممكن تكون شكل العلاقة ما بينهم هل هم متحالفين ولا هل هم أعداء يحسب للفيلم إنه حتى وهو بيكشف بعض عناصر الغموض قدر يحافظ على استمرارية بعض الخطوط الدرامية دي ولكن يحسب ضده طريقة استبعاده لبعضهم لأن نص الطرق دي كانت بتخالف المنطق برضو والنص التاني ممكن يوصل لدرجة إنه يكون هزلي واللي ما ساعدش قوي هو إن الأداء التمثيلي بشكل عام ما كانش متفوق يمكن أصحاب الأداء الأفضل هم المساجين نفسهم وبالتحديد اللي عملين يتنططه فوقه تحت الخط بتاع الأخلاق ده وبالتحديد أكتر شخصيتي المفضلة راميس سواء على مستوى الشكل أو على مستوى التصنيف أو على مستوى التصرفات أو على الطريقة اللي أنشأ بيها علاقات مع باقي المساجين أو قراراته اللي كان نصها مصلحة ونصها مفسدة فيلمنا يعتبر جيد جدا برضو على مستوى الإخراج للأسف مش لدرجة إنه هو يداري عيوب السيناريو ولكن بشكل عام كل التحديات اللي تحطوا قدامها نفذها كويس وأغلب التهديدات اللي قبلت العربية تم تنفذها بشكل مقنع جدا ومؤثر جدا كذلك ويمكن التأثير ده وصل لأقصى درجاته في عكس عامل البرد لأنه في كل مناسبة كان بيفكرنا إن اللي بيحصل ده كوم والبرد اللي بتعاني منه شخصيات كوم تاني لدرجة وصلتني أنا شخصيا إني أحس إن أنا بردان وأنا بتفرج يمكن أنا كنت بتفرج بالليل ويمكن ما كنتش لابستي إيل بس برضو لا الفيلم عليه عامل يعني فيلم بلو زير وفيلم صالح للمشاهدة وما هواش كارثي قوي مشكلتي معاه بس إن إحنا بقينا بنقول كده على أعمال أكتر من اللازم وبقينا بنخلط شوية ما بين ما هو تجاري وما هو ساذج فمش معنى إن أنا شفت فجوات كتيرة قوي في فيلم زي ده إن أنا ضد الأفلام التجارية بشكل عام لأن في عدد كبير جدا من الأفلام التجارية جدا واللي بتهدف فقط للترفيه متماسكة أكتر من كده بكتير ولو فضلنا نتجاوز عن الفجوات في كل مناسبة انتصارا لتجربة الترفيه فقريبا جدا المنطق نفسه حيفقد معناه تقييمي لفيلم بلو زير وهو خمسة من عشرة أنا آسف جدا ما ينفعش فشلك كله يكون في المنطق وهو في الأساس اللي إنت معتمد عليه مناقشة الحلقة ياريت تساهموا معنا في التعليقات بأكتر الأفلام اللي حسستكم بإنكم بردانين وإنتوا بتتفرجوا عليها ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تبوني على فيزبوك و تويطر و نمو بودشو باي باي